اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان سعد الله صباحكم بكل خير و اهلا الى مباشر الرابع من سبتمبر 2024 صباح الخير من جعفر صباح الخير اسماء صباح الخير ريمكا ديزاد مرحبا وسهلا لامين صباح الخير مرحبا وسهلا تحياتي لكم اذا كبسوا وشيروا هذا اللايف من فضلكم وبالنسبة الناس اللي يتابعونا بعد ذلك على مستوى القناة في اليوتيوب او الصفحة الفيسبوكية رجعا كذلك شاركوا هذا الرابط وكذلك ضعوا علامة اعجاب على الفيديو داد خست مرحبا وسهلا محمد علي مرحبا وسهلا محفوظ مرحبا وسهلا عبدالله تحياتي لكينغ مرحبا وسهلا غمار ديزاد مرحبا وسهلا حفظ الله مرحبا وسهلا اذا في هذه الحلقة سنستكمل رد حكاياتنا حول أسر العقيد عبد السلام العبيدي الذي كان يراهن على أن يكون قائدا للجيش الملكي المغربي الغازي في الصحراء الغربية عام 1975 بعد وصول الجيش المغربي إلى الصحراء الغربية ومن خلال طبعا السرد الذي كتبته العديد من المصادر الصحراوية مرحبا وسهلا الأم الشريفة هذا السرد يحكي بفخر واعتزاز قدرة الجيش الشعب الصحراوي على القيام بما يلزم تجاه الغزات ولا أعتقد أن الأمر قد تغير اليوم فكذلك هناك قادة وهناك مقاتلون صحراويون يلقنون إلى حدد اليوم الدروس للمحتل المغربي لا ربما يستفيد من الدرس ولكن دعوني قبل أن نسترسل في الجزء الثاني من هذه القصة أن أخبركم بأنه بين يدي الجريدة الرسمية التي أصدرتها مملكة الزريبة مملكة الحسن الثاني آنذاك والتي تحكي فيها كيف تم اقتسام أرض الصحراء الغربية بين المغربي وموريتانيا إذن بين يدي الظهير الملكي الظهير الملكي الذي أصدره الحسن الثاني في الجريدة الرسمية المغربية والذي يوثق كيف تم اقتسام الكعكة كعكة الصحراء الغربية وحينما نتحدث فإننا نتحدث بالوثائق نحن هنا نحكي الحجايات حجايات وزارة الداخلية المغربية والمخابرات المغربية وحكايات القصر الملكي التي حينما تطلع عليها الشمس تظهر حقيقتها بالأمس كنت مع الزميلة المغربية دنيا نوار التي تشتغل في قناة فرنس بانت كاتو وعدتها بأن أبعث لها نسخة من الجريدة الرسمية التي صدرت في السادس عشر من أبريل 1976 والتي بمجيبها يقتسم المغرب الصحراء الغربية مع موريتانيا إذن هذه هي نسخة الجريدة الرسمية بعد انخصص لكم حلقة خاصة بها وسنقرأها جميعا وسنظهر للمغاربة كيف أن المقبور الحسن الثاني الضحك على المغاربة وأن محمد السادس حتى هو كذلك يضحك على المغاربة وأن كل هذه الأجهزة التي تشوفوهم اليوم يدافعون عن مغربية الصحراء إنما يروجون الكذب ويبتعدون عن الحقيقة إذن هذه هي نسخة الجريدة الرسمية التي بمجيبها تم تحديد حدود الصحراء الغربية بعد أن اقتسمت موريتانيا والحسن الثاني أرض الصحراء الغربية إذن كفاكم من الكذب أبارك عليكم الكذب يا الكذابين يا المنافقين ياللي تدافعوا عن شيء لا يوجد إلا في مخيلة المحتل فحتى المقبور الحسن الثاني يعلم بأن الصحراء الغربية ليست أرضه إذن إن شاء الله ستضعوا كذلك هذه الجريدة رهنا إشارتكم في الصفحة الفيسبوكية ولمن أراد يعني اطلاع عليها بشيخضر عينيه سيد أحمد مرحب السلام يخضر عينيه بالتاريخ الذي لا يستطيع أحد تزويره إذن نمشو لتقريرنا الجزء الثاني عبد السلام العبيدي الذي أراد أن يكون قائدا لجيش الملكي الغازي في الصحراء الغربية ضد على الجنرال بناني نتحدثنا في الحلقة الماضية عن الأحلام التي صاحبتها عبد السلام العبيدي والذي قال من خلالها على أنه هو يستطيع أن يهزم المقاتل الصحراوي في الميدان وأنه يستطيع حتى أن يدخل إلى الأراضي الموريتانية وراء المقاتلين الصحراويين بعد أن يدفعهم لحد تعبيره إلى الفرار عملية مدقاً وأسر العبيدي على جانب الآخر يعني في الجانب الآخر حيث وجيش التحرير الشعبي الصحراوي كان استطلاع عن نواحي الصحراوية الثلاث وهي اللولة والسابعة والثالثة مدعومة بوحدات المدفعية السادسة جيم يجمع المعلومات عن المنطقة يجمع معلومات عن الجيش المغرب الغازي في تلك المنطقة والتي هذه المنطقة التي سيتم استهدافها تمت دراسة الموقع جيداً وتم أيضاً التوصل إلى اكتشاف أن هناك قوة كبيرة للتدخل خلف الحزام الرملي يعني خلف الجدار الترابي ليأسسه المقبور الحسن الثاني أن ذاك بشي دافع عن جيشه فمنذ بداية شهر سبتمبر ولمدة أسبوعين ووحدات الاستطلاع تجمع المعلومات يعني منذ بداية شهر وهو شهر سبتمبر ولمدة أسبوعين يعني تقريباً 15 يوم والجيش الشعبي الصحراوي من خلال وحدات الاستطلاع يجمع المعلومات عن المكان وهذه العملية هي مهمة جداً لأنها تجعل للجيش يعني رؤية للميدان الذي يقع فيه التدخل ووحدات الاستطلاع تجمع المعلومات والقيادة ترسم الخطة إذن بعد جمع المعلومات القيادة قيادة جيش تحريح الشعبي الصحراوي ترسم الخطة يوم 16 سبتمبر 1988 وكانها هو اليوم المقرر للعملية كانت الخطة الجديدة التي رسمت القيادة تستهدف بالدرجة الأولى النجدة فالجيش المغربي منذ كثرة الخسائر في صفوفه في الحزام أصبح لا يترك في المواقع الأمامية للحزام الدفاعي سوى بعض الوحدات الخفيفة التي تحرص المكان مسلحة بأسلحة خفيفة فقط ويتم لإحتفاظ بباقي القانوات للنجدة خلف الحزام في مكان آمن إذن الجيش حتى نفهم الخطة التي كان يشتغل بها الجيش الغازي المغربي تابع للمقبور الحسن الثاني هو على أنه في المواقع المتقدمة من الجيش كان يضع وحدات قليلة العدد كان يضع تعداد قليل جدا فقط من جنوده ويعطيهم أسلحة خفيفة ولكن يحط وراء هذه النقاط يحط وراءها فرق للنجدة يعني بمجرد أن يكون هناك خطر فإن هذه الفرق للنجدة هي التي تتدخل وهذا الذي حدث عام 1988 في شهر ستانبر حيث أن الجيش المغربي الغازي قام بوضع هذه الوحدات في هذا المكان وخلى وحدات النجدة وراها تمت الخطة على النحو التالي يتم فتح ثغرة تبدأ الناحية السادسة التي ترمي بالمنفعية الثقيلة من على بعد 12 كم لترهيب النجدة إذن الخطة التي قام عليها الخطة التي اشتغل عليها جيش تحريج الشعب السحراوي هي هذه على أنه يتم فتح ثغرة في هذا الجدار في هذا الحاجز الترابي وتبدأ الناحية الخامسة جيم برمي المدفعية بالرمي بالمدفعية الثقيلة من على بعد 12 كم يعني تقصف من 12 كم باش يتم ترهيب النجدة فرق النجدة الموجودة في الخلف وجعلها ترتبك قبل أن تتحرك على الأرض تقوم الناحية الثالثة والأولى يعني الناحيتين الثالثة والأولى بالتوغل داخل العمق داخل عمق الأراضي الصحراوية خلف الجدار الرملي والاستعداد للمواجهة مع النجدة إذن الخطة قائمة على أول شيء فتح ثغرة قصف قوات النجدة من على بعد 12 كم إحداث الارتباك عند قوات النجدة المغربية وبعد ذلك الاشتباك معها بالدخول إلى هذه الأراضي والاستعداد كذلك يعني الاستعداد في هذه المرحلة أيضا للتعامل مع كذلك مع ذو الفارين اللي ممكن يفروا من المكان اللي ممكن كذلك على أنه تكون هناك حالات فرار وخاصة ذو اللي موجودين في القواعد الأمامية ممكن على أنهم يفروا من المكان أما الناحية السابعة العسكرية السابعة الجيش تحرير شعب السحراوي عنده 7 نواحي عسكرية الناحية السابعة فكانت مهمتها هي احتلال المواقع الأمامية يعني كل ما تقدمت الناحية الثالثة في هجومها على الجنود المغربة كل ما جات الناحية السابعة وعمرت المكان خلف الناحية الثالثة والقواعد المستهدفة وتطهيرها كذلك ممكن تطهير هذه الأماكن إذا كان فيها جنود وغنم المعدات الموجودة في هذا المكان وأسر الجنود إذا وجد جنود هناك على الخامسة صباحا تم فتح الثغرة بالمتفجرات إذا انطلقت الخطة الخطة تقوم أول شيء على تفجير ثغرة بالمتفجرات إعلان تمت هذه الخطوة وما أن شاهدت وحدة المدفعية الصحراوية السادسة الانفجار حتى بدأت ترمي بما لديها من صواريخ لدك مواقع العدو في الخلف وإحداث ارتباك عندهم في نفس اللحظات بدأت الوحدة الناحية الثالثة والأولى المحمولة على لاندروغير العبور من الثغرة والتوجه إلى العمق وتبعتها قوات الناحية السابعة التي ستسيطر على المواقع والقواعد الأمامية لخلف هذه النواحي وبدأت المعركة وجاءت النجدة من الخلف فاختلط كل شيء في تلك الموقعة التاريخية هنا يعني بدأت الحرب بدأت المواجهة شوفوا جيشكم انتما واش عندكم شي جيش في الزريبة والله لا هذا احنا عارفين بأنه ما عندكم جيش ما عندكم الضمير وما عندكم الجيش الضمير موكين الجيش موكين الشجاعة ميكين عندكم إلا كان شي غضر شي حقد شي مقر شي خداع لأنه تبقوا دائما غوزات لهذه الأرض يعني أصلا تبقوا دائما أنتم غوزات تبقوا دائما غربة على هذه الأرض مهما فعلتم ما ينصركم الله في تلك الأرض أصلا دائما أنتم يعني فشليين ومنهزمين في هذه المعركة مهما كان عندكم السلاح اللي تستعملوه شوفوا جيبوا المقدمين جيبوا الشيوخ جيبوا الزباب جيبوا الزنبان جيبوا الحشرات جيبوا الصراصير جيبوا اللي بغيتوا إذا كنتوا تظنوا أني أنا يأثر في أنا الجيش العرمرم اللي تجيبوا هون من المعليقين رأيكم تكذبوا على أنفسكم محمد رادي اللي لي ما يهزوا شي جيبوا هيثم وجيبوا شيخ الشيوخ وجيبوا شيخ البدو وجيبوا المقدمين وجيبوا الشيوخ الشيوخ المقاطعات وجيبوا المنافقين وجيبوا الكذابين وجيبوا العملاء هذه مسيرة طويلة جدا ولا يوقفوا هاشي سكنت ديروها ببالكم لأن هذا الشعب يهزم لي أنه صاحب الحق الشكامة يبقى والشكامة والبرقاقة يبقى والمنافقين اللي يبقى منافقين وذو كل يخدموا ضد الطيار ضد الشعب السحراوي يبقوا دائما حاملين معهم العار ويخلوه لأولادهم ويمتوا به مات قبل منكم الحسن الثاني وهو يجر ذيول الخيبة ما الحسن الثاني وما أدرك ما الحسن الثاني مش الدمعة من الصحراء الغربية لا شيء لا يتديه انتا لا يتديه انتا اللي مقدم تني ذوبابة حشرة ما عندك حتى الشجاعة تبين وجهك احنا رونا نبين وجهنا احنا رونا ما نمحش من وجهنا انتم حتى وجهكم ما نقدم تبينهم شي تخزن وراحة هيثم حساب هيثم حساب شيخ البدو حساب شيخ أطراكس حساب العاهرة الفلانية جاي تكون ندافع للمغرب فعلا دفع للمغرب بها الحسابات بيين وجهك نعرفوك شو كنت تحاورني انا تحاورني انا نحاور المجهول بيين وجهك تلعب وجهك قول انا فلان ابن فلان انا ولد القبيلة الفلانية ولد العائلة الفلانية وعندي وجهة نظر الفلانية ونجي النقش معاك تتتخزن وراح يساب معدلت لك المخابرات وتخلصك عليه بيش جي أنا نقشك انت يا هيثم ويا غيرك انا مان نقشك وما نقش العملاء وما نقش لاتجيت وما نقش لديستي ما عرف انت مش لي تقول لي لديستي لديستي ذاك اللي عندها تعطيه المحمد السادس يديه المجلس الامن الدولي في كبير حريرته هذك شي اللي عند لديستي ولا عند لاتجيت تعطيه المحمد السادس يغنيه عن يشري طائرات الضرور الغربية هذك شي اللي عندك انت من معلومات مفيدة واللي تقول لك على ان الصحراء الغربية مغربية اعطيه المحمد السادس يفق بيها الكوش اللي داير داير له 25 سنة هو داير الكوش من اجل باشي يقلع الصحراء الغربية من اهلها اذا نسمع اقول لدي رانا ما عندك ما تدي من عندي هنا لانت ولا غيرك لانت هذك ملك الجبلية اللي من تاونات اللي ظل تحل في فهمها في فهم في فهم البغلاء مرة ماشي هاك تتكلم هي هاك وفهم ها ماشي في هذا الاتجاه وتطاول على الصحراويات وتطاول على القضية الوطنية الصحراوية وتشكع عنها مولا يجي نهار لحساب ملك الشيخي ملك تاونات حاشة تعود انت رضعت البن الصحراويات حاشة حاشة لانى هايك اللي رضعتك اللي هي الام اللي رضعتك هذا البن اللي عدت انت تطعن الصحراويين وانت راض علي boca وبوك الجبلي وتطعن في الصحراويين حاشة لان تكون هيك الصحراوية اللي رضعتك وما اك جايب لها وخير تأبدا وما اك جايب لها المعد الذل والعار وذلك اللي يتعد تانيا هذيك ما هي خدمة هذيك هذيك خدمة الأنذال والحقاراء هذيك ما هي خدمة خدمة شريفة شوفي لك خدمة شريفة تخدمي فيها لا انتي ولا هذا هيثم ولا شيخ البدو ولا الشكامة كاملين شو خدمة خدمة محترمة على الأقل تظهر عليكم راه الشكامة أصلا ما نهايتها معروفة إذن قلنا على أنه إذن بدأت المعركة إذن اختلط كل شيء وبدأت المعركة إذن قلنا أحدثت ثغرة في الجدار الترابي ناحية ناحية السابعة قامت ناحية جيم قامت بالقصف وناحية الثالثة تدخلت واقتحمت الثالثة والأولى واقتحموا ووقعت الاشتباكات بين هذه الوحدات والقوات الغازية نرافق سيارة مهمة في العملية حين تبدأ المعركة دائما مع الإشارة إلى أنه كاتب هذا المقال هو الصحراوي القلم الصحراوي حمد يحظيه حتى نعترف طبعا بكاتب هذا المقال جزاو الله على عمل السردي والتاريخي حين تبدأ المعركة خاصة إذا كانت بحجم عملية مدقا تصبح كل سيارة مشاركة فيها وكل جندي وكل قائد له قصة خاصة به يعني هاي العملية هاي العملية هاي المعركة في كل سيارة في كل قائد مع كل قائد مع كل جندي مع كل سائق سيارة قصة ممكن أن يحكيها لأنه مشارك طبعا في صنع هذا الحدث مما يحكي عن فعل ما رأى وما سمع وهنا ونحن نريد فقط أن نستعيد الحديث عن تلك العملية ونستنطقها كي يقرأ عنه الشباب الذي لم يسمع بها أو الذي ولد بعدها وأصبح في الجامعات كي يفتح أذهانه على حك التاريخ الذي لا يريد أحد كتابته وقد يصبح جزءا من النسيان إذن هذه العملية فتيغوز مرحبا وسهلا هذه العملية المحترمة جدا لجيش تحريش شعب السحراوي اللي هي عملية تم الدقن واللي تم فيها أسر هذا القائد الكبير في الجيش الغازي المغربي تصبح تاريخا عند كل مواطن سحراوي يحكيه في الجامعات ويحكيه في جلساته الخاصة ويحكيه بافتخار ولكن لا يستطيع أن يحكيه المغربي لأنه وصمة عار في جبين جيش الحشاشين حسب الخطة انتشرت الوحد الناحية الأولى والثالثة واحدة بجانب الأخرى الناحية الأولى والثانية الثالثة هي الغربية خلف الحزام استعدادا للاجتباك مع النجدة التي ستأتي لا محالة حين وصلت الناحية السابعة إلى القواعد التي ستحتلها وتطهرها جاءت النجدة اتجاه موقع الهجوم كان ذلك الساعة السادسة صباحا كانت أضواء النجدة كبيرة وأصوات سياراتها مخيفة يعني أحد سمع ذلك الصوت الجلبة والأضواء وكذا يعني حسب الرهبة في ذلك المكان توجهت في البداية نحو الجهة التي تتواجد فيها الناحية الثالثة خلف الحزام ثم قبل أن تصل إليها بقليل انحرفت تجاه الشرق تجاه المكان الذي تكمن فيه أو تكمن فيه الناحية الأولى حين وصلت إلى خطة حين وصلت إلى خط الكمين يعني كان هناك كمين حين وصلت إلى خط الكمين اشتبكت معها الناحية الأولى إذن اشتبكت الناحية الأولى مع النجدة التي جاءت التي جاءت يعني تهاجم الناحية الأولى جاء عمر إلى الناحية الثالثة لتابع الجيش الشعب الصحراوي بالالتفاف على الراجمة من الخلف بالإتيان إلى هذه الناحية إلى الراجمة من الخلف ومطاردتها لمنعها من الرجوع وللتخفيف عن الناحية الأولى التي وقع عليها عبء التصادم الأول مع تلك القوى الكبيرة إذن الناحية الأولى هي اللي طح عليها ياسر من الضغط في هذه الحرب في هذه المعركة بالضبط يعني جاءها جاءها ضغط كبير جدا لم يدم الاشتباك طويلا يعني الاشتباك لم يدم طويلا فقد فرت الراجمة التي كانت تريد أن تطارد قوات البوليزاريو في موريتانيا يعني ذاك الجيش اللي كان يقول سنطارد المقاتلين الصحراويين ولو يدخلون لنا الموريتانيا سنتبعهم في موريتانيا اللي هو بسلام لأبيديو من معاه أصبح الحلم عنده عسيرا وهو يشاهد مجرايات المعركة وأصبح يعني يشاهد كيف يتتطور يعني تتطور المعركة وأن يعني لا الجلال الرنبو كيف قال الأخصد أحمد ولا كذا يستطيع أن يحقق موراد عبدالسلام العبيدي ومن معه كذلك في هذه المعركة إذن والتي كان قائدها يحلم أن يصبح قائدا عاما للقوات المغربية في الصحراء الغربية بعد ذلك العملية هرب النجدة في الدقائق الأولى جعل الوحدات الصحراوية تتبعها وتأسر وتدمر في صفوفها يعني بمجرد أنه قع ذاك الاشتباك في البداية يعني بمجرد أنه وقع يعني جس النبط بين الطرفين ثابت على أن الجيش المحشاشين جيش الحشاشين وجيش غسل الملابس الداخلية للكونونيل وجيش دوزيام حلوف وجيش الجعان اللي ما لقى خدمة في المغرب يخدم في الجيش في المغرب يخدم دوزيام حلوف تأكد لهذا الجيش بأنه لا يستطيع أن يربح المعركة يعني دقائق فقط يعني دقائق قليلة جدا من هذا الاشتباك يعني ظهرت الحقيقة وهذا هو المخزن المخزن يبقى ينفخ لك فلاصه يبين لك بأنه هو كبير ولكن بمجرد جره يطيح لباسه يطيح سرواله راكم يعرفين شو قع راكم نار في العرشة إذن هنا الوحدات الأولى يعني بمجرد وقع الاشتباك فرط يعني فرق النجدة غرب الطهر إذن فرط فرق النجدة في الدقائق الأولى من الحرب مما جعل الوحدات الصحراوية اللي موجودة في الميدان تتبعها وتتبعها وتسير وراءها تمشي وراءها وتتبعها وتقوم كذلك بالأسر يعني تنفذ الأسر تأسر الجنود وتدمر يعني في صفوف هذه الوحدات وتستولي على الغنائم إذن تحقق تحقت هاي الأمور كاملة أول شي فر جيش الحشاشين وتبعته الوحدات الصحراوية وقامت بأسر الجنود وتدمير كذلك معدات هذه الفرق وكذلك غنم الأسلحة غنم الأسلحة يعني الأسلحة اللي موجودة في المتحف الوطني للمقاومة الصحراوية حدث ولا حرش بل تلك الأسلحة هي التي استعملت في كثير من الحروب يعني يقلعونكم أسلحتكم ويجو حاربكم بها الأبطال الشجعان أجيش باطاطا أجيش ماطيشة الخامرة أجيش الخبز الماسخ اللي بلا خميرة أجيش جيش الحشاشين وجيش الجوانات وجيش ما لي جبرته من المصطلحات ممكن أن نطبق على هذا الجيش الغازي طبعا اللي جاي للصحراء الغربية ليغزوها إذن اختلطت سيارات النواحي في المعركة وبدأت المطاردة نحو العمق يعني تم مشاول العمق داخل الصحراء الغربية وبدأ المقاتلون الصحراويون يجمعون الغنائم ويطهرون المكان في هذه الأثناء لم يبقى يتكلم سوى المدفعية الصحراوية يعني في تلك اللحظة أصبحت المدفعية الصحراوية هي التي تتحدث رنا نتكلم دائما عن معركة أم الدقن عام 1988 واللي قال من خلالها عبد السلام العبيدي على أنه سيحقق نصرا كبيرا جدا ينهي به هذه المعركة وبالتالي يعني يصبح هو قائد القوات العسكرية الغازية المغربية في الصحراء الغربية وبالتالي فإن الحسن الثاني يفاوض على الصحراء الغربية من موقع قوة ولكن حدث العكس إذن بدأ المقاتلون الصحراوي يجمعون الغنائم ويطهرون المكان في هذه الأثناء لم يبقى يتكلم سوى المدفعية الصحراوية التي كانت لا تزال ترمي بكل ما لديها من صواريخ وقذائف بعيدة المدى في هذا الجو الذي اختلط فيه النواحي الثلاث فوق أرض المعركة كانت هناك ثلاثة سيارات للناحية الثالثة يعني في هذا الجو كامل كانت هناك ثلاثة سيارات للناحية الثالثة تابعا للناحية الثالثة مرحبا وسعلكم السلامة للأخ الكبير هذه ثلاثة سيارات كانت متواجدة في المكان واحدة تتحرك قريبة من بعضها في وضعية قتال تبحث عن الغنائم وتحاول أن تؤمن أي سيارة صديقة تنسحب حاملة الأسرة أو الغنائم إذن هاو ثلاثة سيارات مهمتهم وعلنهم كلما شافوا سيارة فيها الأسرة يأمنوا فرارها يعني مغادرتها للمكان والله شافوا سيارة يعني تجمع الغنائم يأمنوا كذلك عملها من أجل جمع الغنائم في الميدان شاهدت السيارات الثلاث هذه السيارات الثلاث شاهدوا سيارتين طيوطة وشاحنة تركهم العدو خلفه يعني شافوا سيارتين مع شاحنة وقد تخلى عنهم الجيش الغازي الذي كان يقوده آنذاك عبد السلام العبيد فتوجهت إليها يعني هذه السيارات توجهوا إلى هذه السيارتين والشاحنة كانت الشاحنة غائصة في الرمل يعني هايك الشاحنة كانت منتورطة في الرمل كانت عندها مشكلة في التحرك الرمال أعاقتها عن الحركة نقولوا إحنا تبوربات في الرمل وتحتها جندي ميت يعني تحت هايك الجندية هناك تحت هايك الشاحنة جندي ميت بينما سيارتين الطيوطة في حالة جيدة بينما يعني هايك السيارتين كانوا يعني في حالة جيدة قامت سيارتان من الثلاث بالذهاب نحو سيارتين طيوطة الغنيمة للثغرة وبقيت السيارة الثالثة هذو السيارتين ادعوهم المقاتلين الصحراويين غنموهما وبقيت السيارة الثالثة لاندروفيرت تحمل مدفع بعشرة تضم ثلاثة مقاتلين هم علي بجيجة لوقائد السيارة والرامي والرامي والسائق الشجاع الزعر ياربا والمذخر والرامي في نفس الوقت باب أحمد سالك إذن هذو هما المقاتلين الثلاثة الذين كانوا على متن هذه السيارات الثلاثة هنا إشارة إلى أمر مهم جدا هو أعلنوا إلا بغيتوا تعرفوا أول شي إلا بغيتوا تعرفوا هل هناك شعب صحراوي وهل هناك شعب مغربي شوفوا كذلك الأسماء يعني الأسماء لا الأسماء 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 الشخصية للصحراوي ياربا ياربا ما عندكم في المغرب كذلك باب أحمد باب أحمد سالك ما عندكم في المغرب كذلك من أسماء عديدة محمد سالم محمد فاضل هذه كلها أسماء لا توجد في المغرب لا توجد في المغرب لماذا؟ لأن الشعب الصحراوي ليس هو الشعب المغربي هذاك بطوش أتابع لكم أنتم بطوش هذاك شي بطوش وخطوش هذاك شي جابوا لكم من خبرات مغربية عارفين بأن عقولكم يارب يالتطوش وخاطئ معطيش ومعطيش بطاطا خاص يجب لكم واحد المصطلح اللي هو قريب من شي ملن بها رأسكم هو بطاطا بطوش معطيش الشي اللي أفروسكم بطاطا معطيش الأكل الشرب الدجاج الحب هذا الشي اللي رأسكم فيه لو أنه رأسكم فيه العلم والثقافة والشي مفيد لا لكنتوا قد تحدثتم الوغات الأخرى ولكن المخبرات المغربية عارفة ما قد تجيب لكم اسم آخر من غير بطوش بيش تبقون أنتم قريبين جدا من نطق معطيش بطيش بطاطا سمعتوا الحلاقية سمعتوا أصحاب الجامع الفناء أصحاب القلودة أصحاب خبيط الكارطة إذن هناك فرق حتى في الأسماء بين الشعب الصحراوي والشعب المغربي وهذا استفتاء في الحقيقة حين كان طاقم تلك السيارة التي بقيت تتحرك في الميدان لعلها تساعد أو تؤمن الانسحاب إذن كانت هذه السيارة في هذا المكان تؤمن الانسحاب يتحدث فيما عليه أن يفعل شاهد يعني شاهد بعض الأشخاص يعني شاهدت شاهد الأشخاص الموجودين في هذه السيارة شاهدوا حركة بعض الأشخاص وجسما غير يشبه سيارة بين مرتفع وتل يبعدون بمسافة عنه إذن في هذه اللحظة بالضبط ماذا شاهد هذا الثلاثي هذا الثلاثي ماذا شاهد في الميدان شاهدوا أن هناك سيارة يعني أن هناك جسم غريب جسم غريب موجود يشبه سيارة بين مرتفع وتل يبعدون بمسافة عنه نظر عالي في مرآة ضبط المدفع بيعسرة لأن هذا بيعسرة عنده منظار ممكن يشوف يعني يقرب لك المسافات فتأكد أن أولئك الأشخاص وتلك السيارة يبعدون عنهم بأربع كيلومترات بالضبط إذن لما شافوا بمنظار المدفع من نوع بي عسرى شافوا المسافة وجدوا على أنه هناك أربعة كيلومترات مع هايك السيارة نحب السؤال المحشو ولم يعرفوا هل هي سيارة صديقة أم للعدو يعني ما معرفين كانها سيارة تابعة لهم تابعة لناحية العسكرية للولا والثالثة والثالثة والله سيارة العدو لكن الذي أثار انتباه ثلاثتهم اللي هم موجودين في السيارة هو أن تلك السيارة التي شاهدوا بالقرب من تلك المجموعة التي يبدو أنها تناقش لها شيء يشبه المقدمة كوبون يعني عندها شيء كيف المقدمة غريب يختلف عن بقية السيارات الأخرى في حين أن سيارات النواحي كلها كوبونات أي دريميزات يعني بخلاف سيارات اللي عند النواحي العسكرية الصحراوية مختلفة عن هذه السيارات ولونها أيضا يختلف إذن اللون يختلف والشكل يختلف وبالتالي فهموا على أنها سيارة تابعة للعدو في حين أن سيارات كذا ذلك الشكل جعل الرامي عالي يتفق مع طاقمه على رماية تلك السيارة والأشخاص الذين بقربها بقذيفة مضادة للدروح حتى يتأكد من هويتهم وحتى لا تضرهم القذيفة إذا كانوا أصدقاء إذن الرامي قال سنرميهم بقذيفة مانا لن يطيحوها عليهم مباشرة لن يطيحوها لحظاهم باش نشوفوا إذا كانوا أصدقاء أم لا وفعلا أطلق نحوهم قذيفة مضادة للدروح فوقعت بينهم وثار الغبار يعني طاحت طاحت هذه القذيفة في هذه المنطقة بالضبط مباشرة عند تلك السيارة وسعد الغبار نتيجة القذيفة تحركوا بطريقة مرتبكة ثم عادوا يعني تحركوا هذه الأشخاص الموجودين في تلك السيارة تحركوا بطريقة غريبة ولكن عادوا أرام القذيفة الثانية دائما قذيفة مضادة للدروح فأسرع أولئك الأشخاص نحو السيارة وانطلقوا هاربين ثم هون يعني تأكد ثلاثي على أن تلك السيارة ليست سيارة صديقة يعني ليست سيارة صحراوية ولكنها سيارة تابعة للعدو سيارة تابعة للعدو هذه السيارة فرت يعني هذه السيارة فرت وعرف أيضا أنها اتجهت نحوهم إذن هنا عرف طاقم سيارة الناحية الثالثة الذي رام القذيفة أن تلك السيارة هي سيارة معادية وعرف أيضا أنها اتجهت نحوهم يعني جاي شورهم سيارة خلف تل مشات إلى خلف تل فقام السائق الزعر وبابها أحمد سالك بأخذ وضعية الرماية وضع عالي الرصاص الحارق في بندقيته يعني وجدوا وجدوا طبعا العدة اللي ممكن يهاجموا بها هذه السيارة ونزل وهبط وأخذ وضعية الرماية مع رافقيه في انتظار أن تظهر السيارة من جديد إذن هنا كانوا يعني في أتم الاستعداد لمجابهة السيارة التي ستظهر باشي وجهها بالرصاص الحي كان يوجد حزام آخر غير بعيد عن مكان الذي أخذت فيه المجموعة وضعية الرماية كان يوجد حزام آخر وحزام الحماية الخلفي الذي تختفي خلفه القيادات والعتاد والمؤن كان قريباً منهم على بعد تقريباً عدة أمطار فقط أو بالتدقيق على بعد أقل من 100 متر بعد عدة دقائق بعد عدة دقائق من ذلك ظهرت السيارة المعادية التي كان الرفاق الثلاثة ينتظرون ظهورها هنا ظهر تلك السيارة التي كانت كاملة يتحدث عنها الجميع ظهرت السيارة المعادية التي كان الرفاق ينتظرون ظهورها ظهرت السيارة كانت فعلاً سيارة للمغاربة والذي ظنه عالي ورفاقه في البداية كبونة لم يكن كذلك إنما كان غابة من أسلاك الاتصال الواقف تحيط بمقدمة السيارة إذن هذه السيارة كانت سيارة للأجهزة الاتصال اللاسلكي التابعة لجيش الاحتلال المغربي حينما أصبحت السيارة على بعد مئة متر تقريباً توقفت وبدأت ضباط المغاربة الذين بداخلها يطلبون من مجموعة عالي أن ترفع يديها وتستسلم باش تعرفوا هذو باش تعرفوا هذو الأهوية باش تعرفوا هذو صحابك هذو دوزع بحلوف غبيع يعني هما ما درسوا المكان وجاوا يعني جاوا متجهين نحو المقاتلين الصحراويين وعادوا يهدوا المقاتلين الصحراويين يقولوا يقولوا المقاتلين الصحراويين رفعوا يديكم وإلا سنطلق عليكم الرصاص يهدوا 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 يأمر بدأ طاقم بدأ طاقم السيارة كانوا الغازي يتكلم بالفرنسية قادة الجيش المغاربة يتكلم بالفرنسية يعطوا التعليمات بالفرنسية واش هما فرنسيين واش هما فرنسيين واش هما تبعي الفرنسا واش هما ممثلي الفرنسا في تلك الأرض واش ما عندكم شي لغة ما عندكم لغتكم ما عندكم اعتزاز بلغتكم عندكم شي نقالها اللغة العربية اللي هي لغة القرآن ما عندكم تحتزوا بلغة القرآن تحتزوا بلغة الفرنسيين تتكلموا بلغة الفرنسيين تكتبوا المراسلات بالفرنسية الملك يتكلم الفرنسية أكثر من تكلم باللغة العربية يجي وزير يعرف الفرنسية أكثر من يعرف اللغة العربية لماذا؟ لأنه ما عندكم أصل لأنه ما عندكم أصل ما عندكم حتى أصل مجرد عدوات تستعمل تحرك ما عندكم أصل ما عندكم هوية ما عندكم مرجعية ما عندكم اعتزاز بأصلكم ما عندكم اعتزاز بنسبكم ما عندكم حتى حاجة ولكن رغم ذلك النفخة النفخة على الأخوة تعفل النفخة على الأخوة هي هذه الزريبة المراسلات بالفرنسية الخطابات بالفرنسية الكلام بالفرنسية إلا بغي تكون وزير خاصة تتكلم بالفرنسية إلا ما إلا بغي تكون مسؤولة على شيء مؤسسة في المغرب خاصة تكون في فرنسية العربية مشي وكلها العربية اللي تصلي بيها ما عندها احتقيم والشعب اللي ما عنده هوية ما عنده شي شوفوا المقاتل الصحراء يتكلم بلغته والغازي يتكلم بالوغة المستعمر الفرنسي وهذه هي السبة هذه السبة اللي ستطاردكم إلى يوم القيامة لأنكم لا هوية لكم لأنكم بحال واحد المارق واحد النظام مارق واحد النظام هجين ما تعرف قراصه من قدمه وما عنده حتى توجه وما عنده حتى هدف الحياة هو مصخر ولكن مشكلة على أنه يسخر بهمجية يعني ذلك الهمجية تحرك من بعيد وهو يستعملها ضد الشعوب الأصيلة ضد الناس اللي عندهم هوية وعندهم أصل وعندهم نسب هالشي اللي وقعنا معكم أنتم هذو المعلقين هذو الذباب الإلكتروني المغربي إذا كنت أكل فوق جيتtu أنت بمحمد رادي ليلي أنتم فراسك كنت أعتبر نفسك بأنك أفضل من محمد رادي ليلي ظن تظن في عقلك أين أنت من جيت أفضل منه هو وعلان هو أدنى منك ولكنه العكس محمد رادي ليلي أفضل منك وأنت هو أدنى منه ولو تكتب أنته ولو ظلي تكتب هون جداتك عمتك خالتك منين كنت بجي جيت فعلت تركت التلفازة الراديو واللي ما عرفهش الصحراء يا بابك يا جدك يا فعلك يا نقتلك نقطع لك راسك نقطع لك قدميك يا جد يا بابك يا جدك وانت تظن على انك انت اعلم اني انا انتظن ولك انت رأيك صغير انت رأينا انشوفك بالفوق انه ما انت لو كنت عندك قيمة لو كنت عندك قيمة ما تكتب هذاك التعليق لو كنت عندك قيمة ما تجي تكلف بهيك المهمة اللي هي مهمة حقيرة من يخدم فيها لا واحد ما عنده حتى قيمة فقط من جنون رجعك لأصلك الحقيقي وحجمك الحقيقي هنرى قوتي انا في انني مستعد نجاوبك انت وانت الاف انت مش واحد ولا اثنين يعني دولة كاملة نجاو نوجهها انا هو اش كولي قوي واش الدولة والله انا هلا كانت الدولة هذي كاملة بالالاف وانت ما تكونوهم باش يسبوا الناس و باش يأثروا على على فهم الناس لمشكلة الصحراء الغربية ش كولي قوي واش القوي ذاك اللي يتكلم معكم وحده في تليفون ولا انتم اللي اقوية وعندكم الالاف من الدولارات والاموال والدراهم والامكانيات والتليفونات والاجهزة والحواسيب والتليفونات والاتصالات والاجتماعات من هو اللي قوي هذا هو اللي قوي وانتم اضعاف باش نردكم الحاجبكم الحقيقية باش ما تبقاش تغطر تغطر غرك نفسك تقول رالي انا هو احسن من محمد رادليلي لما نسبوه والله انا احسن من محمد رادليلي لما نجي عنده في الخاص ونسبوه العكس تضعيف انت ضعيف انا ما نجي عندك باش نسبك انا من قوتي ما نجي عندك انت انا من قوتي ما نطفل عليك انت انا من قوتي ما نستمع عليك انت انا من قوتي على اني ما نجي عبك انت اذا لش كولي قوي واش انا ولا انت انا انا عزو قولتا وانت ضعيف وانت تمثل ذاك النظام الضعيف اللي هو هذا هو هذا النظام ضعيف سنقضي عليهم له ندخلهم في موريتان له نتبعوهم في موريتان له نهزموهم ولكن غربل غربل في التالينا لديكم صحفي كل شيء من الغرباء الصحراء الغربية ما تدوها والشاب الصحراء لا إعلاميا ولا دبلوماسيا ولا سياسيا ولا عسكريا ولا ما نتهزمونا ما ينهزمون والله تخلوكم تهزمون يلا وان نباح نباح يا ولدي نباح نباح يا ناوال ونباح 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 نباح يا ولدي نباح النباح حرانك لا يتخصر عليين نسخف نطيح هنا تحت المكتب راني نوقف لك هنا السرد السرد جايك وجايك إذن ماذا حدث باش ردوا عليها المقاتلين الصحراويين على هذه الكلمات بالفرنسية اللي جات من من العبيدي ومن معه من الجنود بدأ طاقم السيارة الصحراوية يأمر راكبي السيارة المغربية بالنزول والاستسلام قال لهم تنزلوا وتستسلموا قالوا لعب السلام العبيدي ومن معه نزله والدي نزله 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 ورفع عيدك كانت سيارة طيوطة دخناء مثل لون الطين تيقن عالي ورفيقاه أن المتواجدين بالسيارة هم شخصيات مهمة فبدأوا يفكرون في كيفية القبض عليهم أحياء قالوا من الأحسن نقبضهم أحياء هذا قادة مهمة إلا تم أسرهم سيتم استعمالهم بشكل كبير جدا يعني إنسان يعني ناس هذا غني مكبي فبدأوا يفكرون في كيفية القبض عليهم أحياء لا توجد نجدة بالقرب منهم يعني ما كانت نجدة ممكن تساعد هذا المجموعة على الفرار والأسلحة جاهزة للرماية عليهم الأسلحة موجودة خاصة على السيارة وبالتالي لم يبقى سوى الرماية على العجلات يعني كان بإمكان يعني ما بقى إلا أن يتم استهداف عجلات السيارة ليتم القبض على ستة من خيرة الضباط الجيش المغربي يقودهم عبد السلام العبيدي ذلك كانوا ستة ومن بينهم عبد السلام العبيدي اللي قلنا على أنه يحاول أن يبين راسه بأنه هو الزعيم البطل اللي ممكن يحقق إنجاز لفائدة المقبور حسن الثاني حين كان الضباط يصرخون في المقاتلين الصحراويين لما كانوا ذوك الضباط ضباط صاحب الدجاجة كانوا يصرخون في المقاتلين الصحراويين وكان هؤلاء يفكرون في كيفية القبض على السيارة بما فيها كانت سيارة أخرى للناحية الثالثة أيضا يقودها البلال ديدي قد شاهدت تلك السيارة أيضا إذن نحن أمام سيارة فيها ستة من قادة الجيش المغربي من بينهم عبد السلام العبيدي وهناك سيارة أخرى للمقاتلين الصحراويين فيها عالي ورفاقه رفيقي وكان يعني اللحظة هو أنهم يتم استهداف العجلات باش يتم القبض على هؤلاء الستة المغاربة باش يكونوا نصر كبير للجيش جاءت سيارة أخرى صحراوية تابعة للناحية الثالثة يقودها المقاتل الصحراوي البلال ديدي وعرفت أنها مغربية هذه السيارة الصحراوية التي جاءت حتى هي عرفت أن هذه سيارة مغربية فتوجهت نحوها وبدأت ترمي نحوها بطلقات رشاشة 23 مليمتر هنا يعني وقع اللي وقع هو على أنه تم استهداف هذه السيارة من طرف سيارة الثالثة لتابعة الناحية الثالثة ناحية العسكرية الثالثة الصحراوية أصبحت مجموعة عالي وصيارة الضباط المغاربة تحت النيران يعني حتى حتى سيارة الصحراويين كانت تعني تحت النيران فشلت الخطة في القبض على من في السيارة أحياء لم يبقى أمام أولئك المقاتلين الذين كانوا يريدون أسر تلك السيارة ومن فيها خيارا معهد إطلاق النار عليها حتى لا تهرب حتى لا تفر إذن هنا يعني ما كان أمام هذا كل المقاتلين اللي هو معالي ورفاقه إلا أن حتى هما يطلقوا النار على تلك السيارة حتى لا تفر أطلقوا النار على عجلاتها وعلى خزانها النار على عجلاتها وعلى خزانها حين بدأت طلقات رشاش سيارة 23 مليمتر وطلقات مجموعة تعالي تصيب السيارة المغربية هاربت هذه الأخيرة لكن كانت مصابة يعني كانت السيارة مصابة السيارة اللي فيها أبسلام العبيدي ومن معه كانت مصابة بدأت تتحرك والبنزين يسيل منها وعجلاتها مثقوبة دخلت من فتحة الرباط من ربط الحماية القريبة منها يعني توجهت إلى الجدار الترابي اللي موجود قريب منها تبعتها سيارة عالي وجماعته لكن بدل أن تدخل هذه الأخيرة من الثغرة صعدت فوق الحزام وبقيت فوقه يعني سيارة المقاتلين الصحراوين طلعت فوق الحزام وبقيت فوق الحزام دخلت سيارة الضباط المغاربة من الفتحة فانقلبت بجانب الحزام يعني انقلبت بجانب الحزام ودخلت ضباط الستة تحتها ليحتمون ليحمونها أنفسهم يعني ذوك الستة دخلوا تحت سيارة المقلوبة سيارتهم المقلوبة اللي كان عجلاتها يعني ممزقة وكان البنزين يعني يسيل منها انقلبت فدخلوا تحتها تخزنوا تحتها اللي يحموا أنفسهم كانوا جرحة وبعضهم قد مات كان منهم اللي مات وكان اللي جرحة في تلك اللحظات وصلت سيارة الرشاش 23 مليمتر التي يقودها البلال ومن خلفها سيارة أخرى للناحية الثالثة وأحاط الجميع بالسيارة وبعضهم صعد فوقها لم يكن أي الذين وصلوا إلى تلك السيارة يعرف أن الذين يوجدون تحتها هم ضباط كلهم وبقيادة قائد الراجمة الثالثة عبدالسلام العبيدي إذن هنا أشواق لحقوا بالسيارة سيارة مقلوبة جنود تحت هذو الضباط تحت وهذو الضباط يعني المقاتلين الصحراء وما فتعرفوا بأنه معاهم عبسام العبيدي وأنها يعني فرقة كبيرة جدا من قادة الجيش المغربي حين كان الزيع اليربا يحاول استخراج العبيدي من تحت السيارة قال له لا تلمسني قالوا ما تمسني أديني عند القائد الحبيب أيوب إذن هنا فهي اللحظة بالضبط عبدالسلام العبيدي بمجرد أن رأى أنه الزيع اليربا يقوم بجره من تحت السيارة قالوا الديني عند الحبيب أيوب عند القائد الحبيب أيوب اللي كان يعني هو قائد أنا ذاك قائد من كبار قادة جيش تحريش شعب السعر سعد عالي إلى السيارة يحمل معه سلاحا فتفاجأ بشخص في السيارة سليم وبشرته بيضاء فظنه جندي مغربي وضع عالي السلاح عند صدغه يريد اطلاق النار عليه لكن من حسن حظه لم يفعل لم يكن ذلك الشخص الذي ظنه عالي جندي مغربي سوى أحد المقاتلين الذي نجاء مع سيارة البلال ديدي وكان هو الآخر يريد تأمين رفاقه يعني لما وصل رفاق علي إلى السيارة كان هناك كذلك المقاتل صحراوي آخر يعني فوق هذه السيارة الحمد لله لم يتم قتله بالروم هو يعني صحراوي من المعالج الشعب الصحراوي نزل علي ثم أمسك بمرفق أصغر ضابطا فيهم وحين كان يساعده على الصعود للسيارة قال له ويشير إلى العبيد هذا هو عبد السلام العبيد قائد الراجمة إذن واحد من الجنود المغاربة لما سحبه عالي إلى السيارة من أجل نقله إلى مخيمات العزة والكرامة قال له أنه هذا هو قائدنا عبد السلام العبيدي كان العبيدي مجروحا ورجله مكسورا يعني كان مجروح وقدمه كذلك مكسورا ومصاب تحت العمود الفقاري والبطن إصابة بليغة إذن كان عنده إصابة هنا تحت البطن إصابة بليغة وسترواله ممزقا وصاقطا عن فخته إذن شوفوا هاي الحالة اللي لح فيها هذا بسلام العبيدي إلى راسه من أجل بشيب قال حسان الثاني غازيا ومحتلا للصحراء الغربية شوفوا كيف إنه واحد يمشي يعطي روحه في أرض ما هي أرضه ويموت على أرض ما هي أرضه ويموت جيفة ما عنده لا حياة لا ممات لا آخرة للدنيا من أجل بشيبقى واحد الملك غازي متنع عام في القصور محمد الحسان الثاني متنع عام في القصور يكمي 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 الصيقار يكمي عليكم الصيقار يكمي عليكم الصيقار وإنتا تمشي تموت من أجل الحسان الثاني بشي يحتل للصحراء الغربية الحسان الثاني متنع عام في القصور شوفوا أولاد يكبروا قدامه هل يدارس في المدرسة الملوية هل يدارس في فرنسا هل يدارس في أمريكا وانت تموت تمشي تموت من أجل الحسن الثاني انت أولادك مليوحين في وصل المغرب ما عندهم باطاطا ما عندهم ماطيشة ما عندهم بش يعيشوا ما عندهم دراسة ما عندهم لباس ما عندهم مرباط ما عندهم مستقبل ما عندهم مستشفى ما عندهم حتى حاجة وانت ماشي تموت على واحد الأرض ما هي أرتك والآن محمد السادس نفس القصة جالس في القصر منين هو محمد السادس؟ القابون منين هو محمد السادس؟ باريس ما عادل في باريس؟ يسرلك السلاح يتدرب باش يجي حرب معك اوه في باريس يشرب يشرب ويتسكع ويتجول ويدخل من هذا الشوبينج ويدخل لهذا المجازان ويشري من هذا المجازان إلي عجبه صباط يشري يعجبه تيشور تيشري عجبه ويشور وانت تموت لأيه؟ في قضية اللي تعنيك ما عندها شوف ما عندها تعالق بيك وانت تموت لأجليها ما عنده ما يتغير كارتون؟ رغم زال يتفرشوه خوتك اللي كانوا مع الحسن الثاني رغم يتفرشوه في الربا اش خداوا حقهم؟ أعطاهم حقهم؟ أعطاهم فيلات أعطاهم شيء؟ ما عنده ما يعطوك هؤلاء يأخذون منك أغلى ما يتتوفر لك هو حياتك من أجل باش يعيشوه ومن تتموت وما عند مقلوب عليكم القفة اللي تموت موته لأجلي الملوك الدكتاتوري النهار اللي تستفيقوا من القلبة النهار اللي تنحل لكم العين وتفهموا بأنك مراكم طايحين على روسكم هذه الساعة اللي تبدل الحالة عندكم ما عندك تعيح على راسك راك تشي تموت على هايك الأرض اللي هي أصلا ليست أرضك من يسيرك أولاد الحرام ويضحك عليك أولاد الحرام وانت gemisci تموت من أجلهم اعرف راسكها نكتايح على راسك أولتي اعرف راسك أنا مقلوب عليك القفة والنهار اللي تدعوSalقفة لا تشوف الواقع مختلف وهما هذوق اللي يولاد الحرام اللي يمسيرينك في المغرب أراهم مكلفين أولاد الحرام وبنات الحرام باش يدافعوا عنهم هنا أراهم جايبين أولاد الحرام وجايبين بنات الأولاد الحرام المجرمات الفاسدات وجايبين المجرمين الفاسدين اللقطاء اللي ما عند بابهم لا أصل الحشاشين السكيرية البطاليين اللي ما عندهم مستواهم يدفع عنهم هنا فهذا الليف مخلص باش يدفع عليه محمد السادس ومخلص باش يدوخك انت ومخلص باش يخليك انت تموت من أجل الحسن الثاني ومحمد السادس وباش مهباش هذا الخطاب اللي احنا نقوله لك ما يدخل لك الرأس ينقولك ما تثق فيه رد بلك منه أنا نحكي لك التاريخ هذا رأى التاريخ ها هو عصام مثلا هذا تلقى في إيطاليا ويلحس تباصل في إيطاليا ومخلص في إيطاليا عاطينه ريالين باش يجي هون يكذب عليك انت يكذب عليك انت مان يفاهم القصة وانت تمشي تموت من أجل الحسن الثاني ولا محمد السادس باش يتنعم في اسمه في القصور وانت تمشي تموت في الخلق بعد المرة تحتى عظامك ما يلقوه ماحتاج جسدك ما يلقوه هو عب سلام العبيدي وما أدراك ما عب سلام العبيدي شوف كيف عاش صفية مرحبه وسهل فالذي حدف على أنه كان مصابا رو السينية لحاولوا تكبسوا برافو عليكم كبسوا أكثر جزاكم الله أخر إذن كان مصابا كان مصابا على مستوى العمود الفقري والبطن إصابة بليغة وسروله ممزقا وساقطا عن فخذه كان نائبه الرقراجي مصابا على مستوى الذراع إذن الرقراجي حتى هو مصاب يعني رفيقه كان مصابا على مستوى الذراع إصابة بليغة كان اثنان من الستة قد ماتوا هذوك الستة كاملين اثنين منهم قد ماتوا منهم قائد محطة الاتصال ذاك اللي مكلف بالاتصال مات تم وضع الأحياء في سيارة البلال هذوك الأربع الحيين تم وضعهم في سيارة البلال سيارة الرشاش 23 مليمتر وذهبت بهم بسرعة إذن ذهبت بهم بسرعة بش يش بش يعالجوه شفتوا شفتوا الإنسانية شفتوا إنسانية الشعب الصحراوي إنسانية الشعب الصحراوي تجوه وغزاة الأرض وتجوله يتقتلوه ولما تصابون ينقلوكم بش يعالجوكم بش تبقى وحيين بش يبقى عندكم تأنيب الضمير بش تبقى أنت تحرك تحرك ضميرك إلا عندك شي ضمير إلا فيك شي ضمير بس كنت ضمير ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لأي إن كان ضمير أعطاه الله لبعض الناس يعني لما أنت كنت أمام واحد الشعب نبيل واحد الشعب ينظر لك ويقوم بواجب أخلاقي تجاه مع الله مع الله ما يديه فيك أنت ما عندهم ما يقبض من عندك أنت أنت لا أنت ميت أنت ميت أنت ميت أنت قتلك العلويون قبضواك العلويون قتلوك جردوك من الإنسان يردوك بحال إنسان بحال الحيوان ردوك حيوان تفكر بمنطق الحيوان المنفع وخلاص كيف أملأ بطني وخلاص لا عندك فكر ولا عندك أخلاق ولا عندك دين ولا عندك مشاعر ولا عندك شيء اللي ممكن لأنها تمنعك من التمسك بالظلم تجريد من هاتشي كامل قيت بحال آلة حال الحيوان مصلحة وخلاص وتدافع عن الظلم وتدافع عن الاحتلال وتدافع عن الإجرام وتدافع عن القتل وتدافع عن كل ما يمكن أن يخطر على بالك من أعمال إجرامية تدافع عنها بدون ما تكون عندك مصلحة ما عندك حتى مصلحة إذلك إذن سيارة الرشاش 23 مليمت وذهبت به من بسرعة قبل أن تغادر سيارة البي عشر قام علي بنزع جهاز محطة الاتصال الكبيرة والعجلة الاحتياطية وبعض الوثائق ووضعها في سيارته يعني هذه الغنائم كذلك الغنائم اللي غنم هاجيش تحريح الشعب الصحراوي من هذه العملية حين كان علي يدور بالسيارة طالبا منه المقاتل البطل عمار أحمد سالم واللاعة كي يحرق السيارة لكن لم تكن عنده واللاعة أعطاه طلقات من ذخيرة كلاش الحارقة وجه عمار نار نحو السيارة فتحولت إلى كتلة من اللهب في ثواني إذن هذه السيارة اللي كان على متنها عبسلام العبيدي والتي ظن من خلالها أنه سيدخل حتى إلى الأراضي الموريتانية وراء المقاتلين الصحراويين في النهاية أحرقها المقاتلون الصحراويون بطلقات النار البطل عمار أحمد سالم يجب أن لا يمر علينا عبر هذه اللقطة التاريخية فقط وننساه حين كان هو وبعض الرفاق يؤمنون انسحاب رفاقهم وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام فصيلة من الجيش المغربي تتكون من خمسة عصر جنديا مغربية اقتحمهم هو ومجموعته يعني شوفوا الشجاعة وبطولة المقاتل الصحراوي يعني لما كانوا يريدوا الانسحاب من هذه المنطقة خرجت لهم مجموعة من خمسة عشر جندي مغربي اقتحمهم هو ومجموعته ثم حين أصبح وسطهم وبدأوا يطالبونه بالاستسلام فكر أن فرصة جاءته على طبق من ذهب اقترب منهم أكثر وحين وصل إليهم وطلبوا منه أن يرمي سلاحه أطلق عليهم النار وقضى على كل تلك الفصيلة كاملة دفعة واحدة شوفوا سبحان الله شوفوا المقاتل شوفوا الصحراوي شوفوا شجاعة المقاتل الصحراوي الشراء ما معطلش الجيش الحشاشين صحاب صحاب الجوانات واش انت تعول علي صحاب الجوانات يحرر لك الأرض واش تعتقد على أنه بمجرد صحاب الجوانات تربح الأرض إذن حتى نوفي هذا المقاتل الصحراوي حقه في الشجاعة فإنه قد قام يعني وسط هذه المجموعة من 15 شخص ودخل وسطهم ولما قالوا يعني تستسلم ترمي سلاحك وتستسلم لا أطلق عليهم الرصاص وقتلهم جميعا 15 واحد راح يطلق النار في كل الاتجاهات ويصيب الجنود المغاربة وحين انتهت الظخيرة وأطلق آخر طلقة وأصبحت بندقيته تكح الدخان فقط وقع في الأسر يعني منين ما ثلاث بقعت عنده طلقة واحدة وقع في الأسر التحق بمجموعة 66 المعروفة يعني من المقاتلين الصحراويين الذين تم أسرهم أن ذاك من طرف الجيش الغازي وبسبب عملية تلك التي قضى فيها على فصيلة من الضباط المغاربة ظلوا يضربونه على الرأس بالمطارق حتى يفقد توازنه لكنه بقي صامدا حتى النهاية وحين خرج من السجن منتصرا والتحق بشعبه واستشهد بعد ذلك رحمه الله شوفوا شوفوا كيف قاوم شوفوا كيف ناضل شوفوا كيف يعني قدم بطولته الشجاعة وتم أسره وتعرض للضرب على مستوى الرأس بالمطارق ورغم ذلك ظل صامدا وقضى فترة الأسر ولما أفرج عنه مشارجع المخيمات والتحق بالجيش واستشهد رحمة الله عليه هنا سنتوقف طبعا باش ننكمل في الحلقة الثالثة بإذلا تعالى مزال تبارك الله مزال فقرة مهمة جدا اللي خاصة كذلك تستحق تحليل إذن شفنا هذا هو التاريخ الملوك العلويون رأى عارفين هذا التاريخ الحسن الثاني عارف هذا التاريخ ومحمد السادس هذا عارف هذا التاريخ انتم ما ما عرفتوا هذا التاريخ الشي خفاه عليكم هذا الشي ما كانوا يحكوه عليكم هذا في المغرب غرقوكم في التفاهة يعني خلوكم بعاد على هذا الحق على هذه الحقائق علىه يستثمروا كثيرا في صحافة التفاهة في المغرب يعني باش انت باش انت ما تمشي تدرس ما تمشي تقرأ ما تمشي تبحث ما تمشي تطالع باش تكون عندك افكار معينة على موضوع الصحر الغربية تغرق انت في التفاهة تبقى تقول اه وقال حاجيب حاجيب دقتم يعني انت بالنسبة لك انت المعركة والرصاص والموت والقتل والجرحة وكذا اختصرها لك محمد السادس في اغنية من حاجيب يعني ارواح المغاربة يعني ارواح المغاربة واليتامة اللي يبقى وراهو والارامي اللي يبقى والمعاسي اللي توقع في نظر محمد السادس ممكن انك يعني تعالجها باغنية الحاجيب يعني انت بالنسبة لك انت الحاب في الصحر الغربية هي اغنية غنيها وخلاص لا تغني تقبض الكامانجة ويجيب واحد الشيخة كيف الشيخة تراكس ولا غيرها ولا تجيب حاجيب ويغني لك وتربح لمعركة وخلاص جيب التباردة جيب الخيل وعطيهم البارود وتموا ترطلق 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 وتربح المعركة هذا هو اللي حاول يزرع فيكم انتم والنظام دائما ما يعطيكم الحقيقة لان الحقيقة تصدمكم يعطيكم الحقيقة تنصدموا اللهم تغرق في التفاهات ندرك نقضي عليكم ولا كنتوا رجال تعالو ولا كنتوا كذا واحنا كذا واحنا را كانت عندنا طنعصر قرم الحضارة واحنا كانت عندنا الدولة واحنا عرضنا واحنا را نكل فيها الحوت واحنا نكل فيها الطاجين واحنا كذا يعني بالنسبة لك انت قضية تصفية استعمار مبرراتها وحججها هو الطاجين والحوت وانا هنا وانا الهي وحك جر هذو من المبررات اللي عندك هذا هو التاريخ هل حكوكم هذا التاريخ في المغرب هل نشروا هذا التاريخ في المغرب هل عطوه لكم تقراوه هذك اللي يقول لك سنقضي على الشعب الصحراوي في إنهارين هل عطوكم هذا التاريخ تقراوه هل أنت كمغربي لو قرأت أنت هذا التاريخ هل ستفكر بهذا التفكير الآن لتفكر به لا أبدا تفكر به بهذه الطريقة ولكن المشكلة هو على أنكم انتم غرقين في التفاهة والآن نحن نحاول نجروكم من وسط التفاهة وكلما جرينكم التفاهة تمثقال يعني الآلاف الملايين غارقين في التفاهة يقول لك راه خليتوا صناد لكم وانتم راه خليتوا قادة جيشكم انترى قائد جيش لقائد جيش اللي كان يحلم على أنه يحكم الصحراء الغربية كاملة عندنا 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 لاحن نحن في سيارة بحل بحل محمد السادس من البحراص العيد الأضحى ويلوحوه في ذيك السيارة الملكية اللي تديه بشيس لخوه ها ها نفس القصة احنا قائد الجيش كامل عب السلام العبيدي اللي احناه في سيارة وديناه المخيمات العزة والكرام بعدين نحكي لكم القصة نكملكم القصة ولكن هالشي ما يقولوه لكم هالشي ما يقولوه لكم باش تبقوا انتم غارقين في التفاهة لما نجيب لكنا الجريدة الرسمية اللي صادرها الحسن الثاني ونقولك انه شوف كيف ان الحسن الثاني يعترف بان الصحراء الغربية نصفها موريتاني بتقولي انت شا تقولي تقولي استرجعناها اش استرجعناها الصحراء مغربية باش مغربية بالبيعة باش مغربية بالبيعة باش مغربية 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 باش اش مغربية باش نتهبيل باش نتحمق واش تطيح على راسك واش جيب لي انا مقدم الشيخة يتناظر شيخة وشان مستويه يحاور واحد يخدم في المقاطعة ما عنده الشجاء حتى يبقين وجوه يطلع عند الناس باسم مستعى وقوله مونا بغيت نحاوره وطلع عاما باسمك قوله نفلان ولدفلان 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 نفس تعرفك احنا طارعين بصوتنا احنا الناس عارفين انا المغرب كان من يعرفنا يو انتashan encontra懅افك عرافك المقدم؟ عرافك القايت تجيوني هو الرأي المغربي تفضل على الرأي المغربي ماذا هو الرأي المغربي؟ من هو هذا الرأي المغربي؟ كان عنده الشجعال وكان عارف راسو بانه على صواب اصلاً انه يت له باسمه اسمه الحقيق ليش الرأي المغربي كانش شاحد اسمه الرأي المغربي كانش شاحد اسمه شيخ البدو تلعب اسمك بولد فلان الطيب بولد كذا ولد فلان ولد فلان مش الناس كده عارفك امك شليحة امك كراه لا شليحة همزوز الحبس عموص انت في الحبس على الشيكات اشنا ناقشو احنا ناقشو خير يجي السجون واش احنا مستونا خير يجي السجون مستونا هنا احنا كنا في المغرب 14 عام ما كنا ننصبه على الناس ما نعطوش شيكات ما همخرجنا ناقشو وحدي خير يجي الحبس واش اللي دافع عن مغربية الصحراء خير يجي السجون الان اللي دافع عن مغربية الصحراء خير يجي السجون ولا الشكامة ولا البياعة ولا الجواسيس ولا باعي الضمير ولا مقدم ولا شيخ ولا واحد يخلص ولا واحد مستوطن يقولك دافع عن مغربية الصحراء وبينوشك بين اسمك انت شكول لماذا انت تختبي وراء اسم مستعار معناه على ان انت منين انت تختبي وراء اسم مستعار معناه لانك انت اول شيء انت بنفسك مستعار ماليكة الجبلية بسميا راسها صحراوية ماليكة اللي متونت بسميا راسها صحراوية تتكلم عن الصحراء الغربية مبارك العلاوي الحراك اللي حراك في البحر اللي كان ما حراك في البحر وشال سبانيا ودع دالك واغط وعد بشال هولندا ومبن هولندا البلجيكا ومبن بلجيكا الفرنسا هاذ حتى هو قلق صحراوي يفتي في الصحراء الغربية وعنده الطاريخ وش هذا مستوى هذا وش هذا المستوى هذا وش هذا المحطات وش مخابرات هل ما عندكم شي واحد يدافع على مغربية الصحراء يكون شوي نظيف بسموه وش كان ما عندكم غير هذه المجموعات هذي مجموعات واحدة كوافرة كوافرة تشتغل تجري بالعياء للرجال في العيون المحتلة صباحات حتى يقال لك الدافع على مغربية الصحراء في مواقع التواصل اجتماعي واشن انت مهبا واش مغربية الصحراء التلات عند العاهرات والتلات عند البيع الحشيش والتلات عند الشكامة وعند المقدمين وعند الشيوخ لك الساعة فعاد الحسن الثاني بعد علاق المايد دافع عنها هذا النوع من البشر كان يدافع عنها الأستاذ الجامعي والله الكاتب الفلاني بشي الجزيرة بشي العربية بشي القناة الدولية المحترمة حتى بعد قاعد لك اللي تتكلم سمعنا وبعد اللي قلنا عرفوه أستاذ الجامعي فوقت لك مقدم مقدم مع عباد الله الشيخ مع الصبح يعدل شواهد السكنة للناس وفي الليل يتحول إلى أستاذ الجامعي يحاضر في تاريخ الصحراء الغربية شهر بستوى هذا شهر اللي حطاط هذا واش ماتلت عندكم الضخيرة قاعد بشات الضخيرة كاملة ماتلت خالقة يوحنا زادة ينتبوا مع هيك الضخيرة اللي ماتلت عندكم الضخيرة تعد ماتلت عندكم أبدا ضخيرة حتى رصاصة واحدة بشتلقوها إحنا فينا مطلع الشواهد ناو الشكامة رنلوا بالميرسات وما نتعدوا عليهم وما نكذبوا عليهم وما ننافقوا وما نتجنوا عليهم ولكن بالحقيقة ندمروهم بالحقيقة إذن تردوا الصحراء الغربية لأهلاء وخلاص إحنا بعد ما نتعدين عليكم إذن في الحلقة المقبلة إن شاء الله لنقوم إن شاء الله بتحليل ما حدث هناك تحليل ما حدث وهناك كذلك ردة فعل الحسن الثاني مع العبيدي كيف جاز الحسن الثاني العبيدي وهو بالمناسبة نفس الفعل اللي جاز به المخزن اليوم وعملاءه وعملاءه دائما يتم ودافع عنه ودافع عنه في التالي في التالي يتخلى عنهم النظام ويخليهم يعني يلوكون الهزائمة لوحدهم شكرا جزيلا لكم لمن أراد متابعة هذه الحلقة رغم ممكن متابعتها إن شاء الله في المساء وربما عشية النهار إن شاء الله ممكن متابعتها إن شاء الله إن شاء الله نلحقوا لربدة فعل للمخزن وبالتالي كيف قلتكم اللي بغي تابع هذه الحلقة ويستمتع بما فيها من تفاصيل لي بالنسبة لي نحن ذا كذلك أول مرة نسمعها هذه أول مرة كان عندي مجموعة من كيف نقوله تشاش ولكن الآن استمعت للقصة حقيقة ممكن متابعتها عبر القناة في اليوتيوب والصفحة الفيسبوكية في المساء تحياتي والسلام عليكم وشكرا لكل المكبسين والمكبسات المتواجدين في المدن المحتلة وفي الصحراء الغربية وفي مخيمات العزة والكرامة وفي الجزائر الأبية وفي الجاليات كذلك وشكرا كذلك لمن جعفار ولي عبد الحليم ولي المحجوب ولي كل المودراتور القائمين على كتم صوت العياشة شكرا لنباحكم أيها العياشة دائما أشكركم أيها العياشة على نباحكم فإنه يدفعنا إلى المسير إلى الأمام بنباحكم نتقدموا للأمام كلما نبحتم أكثر موريتان طبعا موريتان على رأسنا وعيننا كلما كبستم كلما نبحتم أيها العياشة كلما تقدمنا لأمام كلما اجتهدنا أكثر كلما نبحت كلما حاولت هنا والهيه وهو جدات وعملت وخالت كلما احنا مشينا للأمام بإذن الله تعالى حتى تدخل الإسلام إن شاء الله رحمه الله تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا